بسم الله الرحمن الرحيم أمن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كنت قد زورت في نفسي قصة وأعدتها منذ أيام لكن قبل قليل وصلتني قصة أخرى شدني إليها حاجة المجتمع وصلتني عبر حسابي في التويتر قصة لعلي أذكرها وأجدها مناسبة خاصة وأننا بمعسل حاجة لمثل هذه المواقف إحدى الأخوات تقول أبكاها زوجها كما يحصل في كل بيت خصومة مشاكل لا يخلو بيت من مثل هذه الأمور فتقول فرأيته وقد أخذ طفلته يحملها ويقبلها ويضمها ويشمها فنظرت إليه وقلت له أتحبها فنظر إليه مستنكرا وهل أحد لا يحب ابنته فقلت لو أن زوجها أساء إليها أو ضربها أو أبكاها هل ترضى قال والله لأخلقنه ولا أقتلنه قلت لأنك تحبها قالت نعم قالت وكذلك أنا أبي يحبني وكذلك أنا أبي يحبني فكانت رسالة قصة قصيرة جميلة لكنها رسالة من الزوجة لزوجها وأنا أقول هذه القصة رسالة لكل زوج لكل شاب مقبل الحياة لكل زوجين الاحترام المتبادل بين الزوجين هو أس هذه السعادة في حياتنا ذكرني هذا بموقف الحبيب صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان جالسين فعائشة رغم صغر سنها إلا أنها كانت ماهرة في حياتها الزوجية استطاعت أن تكسب قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم بذكائها وحنكتها رضوان الله تعالى عليها كانت جالسة مرة من المرات فمعها شراب فشربت ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه وحسن خلقه صلى الله وسلامه عليه وفن تعامله مع زوجه قام وتحرى مكان فم عائشة من الإناء فشرب من مكان فمها رسالة رومانسية رائعة يوصلها الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى كل زوج إلى كل زوجين كيف يكون التعامل والإثارة والاستثارة في معاني الحب في الحياة الزوجية وفي معاني العيش في سعادتنا أو في حياتنا تكون السعادة تقول عائشة وكنت أتعرق العرق أي العظم الذي عليه اللحم كنت أخذه وأنهشه بأسناني فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فكان يضع فمه مكان في سبحان الله ما أروع مثل هذه المواقف البيتية يبكي زوجته فتوصل له رسالة جميلة يوم حمل ابنته الصغيرة طفلة يقبلها ويشمها نعم أيها الزوج كما أنك تحب ابنتك ولا ترضى أن يؤذيها أحد أو أن يمسها أحد بسوء فكذلك كل أب وكل أخ لا يمكن أن يرضى أن تسيء إلى ابنته أو إلى أخته فهو أيضا يحبها ويقدرها أختم بقصة جميلة أو طريفة أو ضريفة يوم من الأيام اتصل علي أحد الإخوة وقال لي يا دكتور يا شيخ هل يجوز أن تخرج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها من خلال سؤال وطريقة السؤال تبين لي أن زوجته قريبة وأنه حصل بينهم خصومة طازجة وأنه يريد أن يسمعها كلامي فقلت له بكل هدوء يعني لا لا يجوز لكن على الرجل أن يقدر وهذه ظروف حياتية هو أمر بسيط لا يكون العسكري الآمر الناهي وإذا به يقاطعني فجأة ويقول لزوجتي أسمعتي يا فلانا تعالي اسمعي تعالي اسمعي اسمعي كلام الشيخ وإذا أسمع كلام الزوجة من بعيد وهي تقول له شيخ أي شيخ هذا ما بشيخ هذا تسلب من تلابك عزكم الله وأكرمكم الله سبحان الله لعلي أختي ولعلي الرجالة وصلت ألقاكم في حلقة أخرى السلام عليكم أما التنطاوي فأختمها أكبر عالم قراته في الدعابة وأكبر يعني حتى إننا أهوى كتابات بينه في قاسي مشترك في الدعابة فهو التنطاوي ومعروف حتى عند الكبير والقاسي والداني يجيد وهو أصلا ويعيشها يقول في مذكراتي وقد رواها مرة هي أكبر نقطة له وهي موجودة في المذكرات يقول عينوني في مدينة في سوريا سماها قال في المدينة هذه في أكرمكم الله مجرى للمجاري المياه القديمة والخمجة مثل النهر تفصل مدرستنا يقول المدرسة وعن السكن اللي أنا فيه قالوا فيه كبري وضعوا الأتراك خشبة فقط لا يمر بالسيكل للمأهر مرة قالوا أنا متدرب يعني في السياقة ماني ذاك فيقول ركبت الصباح وفيه يقول شيخ معنا أستاذ لنا يقول فيه تصوف وعنده عمامة ومسبحة ولحية وكتبه معوف وأسمو طه وسمى في المذكرات قالوا ويقول قالوا مريت بقى قالوا عمامة ومسبحة وكذا قلت يا الشيخ طاهر لو تسمح تركم معي قال الله يرضى عليك يقول خايف مني وقلت أسألك بالله قالوا الله يرضى عليك تتركني يا شيخ علي قلت والله يتركم معي قال فاستحى مني وركب بكتبي وجبتي والمسبحة واللحية قال ومشيت قال أنا على يوم جئت إلى الخشبة هذه قلت أنا لو مشيت على مهل يمكن أني أرتبك ما فيه إلا أسرع شوي قال فأسرعت قالوا هي أصلا مجرى ما مياه من الخمجة نساء الله العافية أكرمكم الله قال فلما يقول أصبحت وسط قال فناظر تحتي فأرتبك يقول قال أرتبكت عيني ويدي قال فطارت الدراجة مني في الهواء قال والشيخ طاها مساء بالكتب واللحية والعمامة من وري قالوا طب في النهر قالوا أنا انفكيت وطبيت على راسه وأنا ما جيد السباحة وعلى عمامته ورجعي يالدراجة وطبي علينا وكل ما عاد بخرج طاها نزلت وغطسته وعمامته وحده في جهة والكتب في جهة والجبه في جهة والمسبحة في جهة واللحية تطفو وتسبح قال وما ترك لعنة في قواعد نابليون ولا عند هتلر ولا في حمرابي اللي اعطاني قال فزحفت أنا وياه جاء واحد يسحبنا مدري يقول حصلنا يقولك الشجرة أو شيئا قالوا خرجنا في منطن مزري قال قاطع والله اني قطعك في الحياة ولا تمر به حسبي الله عليك ودع عليه سائر اليوم قال فكنتم كل ما رأيتم من بعيد أصد ولا أراف هذه من اللطائف غفر الله لنا ولكم والجميع المسلمين أقولوا ما تسمعوا نفع الله نفعكم بما سمعتم على كلين في حي من أحياء ديمشق التراسي اسمه سوء ساروجة فيه جامع اسمه جامع الورد كان يخطب به المفتي العام كان رجل صالح قديما قديما جدا فهذا الخطيب خطيب هذا المسجد رأى رسول الله في المنام وليس من عادة أن أروي المنامات إلا لأن هذا المنام متميز قال له النبي الكريم لخطيب هذا المسجد قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة فهذا الخطيب يعني تألم تأثر تأثرا بالغا هو دراسات وعلم وفهم وتجويد وقرآن وخطابة هذا جاره بقال فذهب إليه وقال له لك عندي بشارة من رسول الله ولكنني والله لن أقولها لك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك رفض أن يقول شيئا بعد إلحاح المقاطع النظير ذكر قال له تزوجت امرأة وفي الشهر الخامس من زواجي كان حملها في الشهر التاسع إذا هذا الجنين ليس منهم وبإمكاني أن أطلقها وأن أسحقها وأن أفضحها والدولة معي والشريعة معي وأهلها معي ابنتهم زانية لكن أردت أن أحملها على التوبة فجاء بولادي في الليل ولدت وحمل المولود تحت عبائته ووقف أمام جامع الورد إلى أن نوى الإمام الصلاة فرض الصلاة ما في حدا فدخل إلى المسجد وضع المولود وراء الباب والتحق بالمصلين فلما انتهت الصلاة بكى هذا المولود فاستغرب الناس وتحلقوا حوله وتأخر حتى تأكد أن معظم المصلين تحلقوا حول هذا المولود فاقترر منهم قال خير ما القصة قال تعالى انظر لقيت قال أعطوني إياه أنا أكفله أخذه أمام الحي بأكمله على أنه لقيت فأنا علقت على هذه القصة قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان فالعدل قسري الإحسان طوعي بس هذا نقل امرأة من أن تفضح بل قد تقتل لأنها زانية وجعلها امرأة صالحة بهذه الطريقة فلذلك أقول دائما في حالات دقيقة جدا الإحسان يفوق العدل أذكر قصة فيه موظف عند تاجر يعني أثناء الحساب الأخير في السنة فيه تقريبا مبلغ كبير سبعين ألف قبض من الزبائن هذا المبلغ ولم يؤده لصاحب المحل فانفضح أمره صاحب المحل هم شريكان الأول أراد أن يسلمه إلى القضاء الثاني أراد أن يصلحه فالثاني دفع المبلغ من جيبه وتولى إصلاحه هذا الإنسان لما دفع المبلغ عنه رده على سنوات عديدة وتاب إلى الله وحفظ كتاب الله وصار إمام المسجد وأنا قبل شهرين أو سلاسة كنت في أمريكا ووجدته وكان يأم الناس وله دعوة كبيرة في متشدان إذ سبحان الله الشريك الأول لو سلمه للقضاء انتهى صحيح أما الثاني غلب الإحسان على العدل فلذلك الله عز وجل قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان بسم الله الرحمن الرحيم أما من أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر